اهلا بكم في المقال الصوتي من المصر اليوم تحت عنوان ما نعرفه حتى الآن تكتب أمينة خيري في مقالها وتقول يمكن القول إن عبارة ما نعرفه حتى الآن هي الأشهر والأوسع انتشارا في 2020 وهي عبارة مستجدة في ثقافتنا التي تعتبر عبارات مثل لا أعلم سبا ولست متأكدا انتقاصا من قوة وبأس صاحبها وعلى الرغم من أننا أكثر الأمم ترديدا لعبارة من قال لا أعلم أو لا أدري فقد أفتى فإننا من أكثر شعوب الأرض إفتاء في الفضية والمليانة فيما نعلم وما لا نعلم وما نظن أننا نعلم لكننا لا نعلم وجاءت مواقع التواصل الاجتماعي لتزيد طين الإفتاء دون علم بلة بإعادة تدوير إفتاءات الآخرين لتصبح تيرندن بل تتسلل من فيسبوك وتويتر والإستجرام إلى الشاشات والصحف ومواقعها لذلك ستحسب لعام 2020 فضيلة ضخ ثقافة مفيدة قوامها أن عدم المعرفة في كل شيء وأي شيء ليست صبة وأن إشهار عدم المعرفة هذا محمود الإطالة الأولى لهذه العبارة العبقرية كانت من خلال متابعات العمليات الإرهابية التي تقع في عدد من الدول الغربية المعروفة بالطلاع مواطنيها على مجريات الأمور أولا بأول شرط أن تكون الأمور في حجمها المعروف لا أكبر ولا أصغر لذلك فإنه بعد دقائق من وقوع العملية الإرهابية أو الحادث الكبير تجد المتحدث الرسمي بإسم الحكومة أو البزارة يبدأ تصريحه بما نعرفه حتى الآن هو كذا وتنقل وسائل الإعلام عنه هذا فتجد المتابعة عنوانها ما نعرفه حتى الآن وفي عام 2020 الجدير عن حق بأن يكون عام كورونا أصبحت العبارة سما من سماة حياتنا اليومية حيث تنكيتات وتبكيتات معقول لا يعلمون حقيقة الفيروس أكيد عرفين ويعطمون على الحقيقة وغيرهما وذلك انصياغا لمعتنق المؤامرة الكلاسيكي ذي البذور التاريخية والأنثروبولوجية والسياسية لكن رحلتنا خلال العام في غياهب الفيروس وموجته الأولى أقبرتنا بالحجة والبرهان أن ما نعرفه حتى الآن أمر واقع وذلك سواء كان الفيروس في أصله حربا بيولوجيا أو سلاحا هرب من معمله أو خفاشا قرر أن يخرب الكوكب حتى مع انتهاء الموجة الأولى للوباء ظل ما نعرفه حتى الآن سائدا لأننا أبعد ما نكون عن اليقين من أصل وفصل الفيروس وتحديد أعراضه ووصف علاجه وجاءت الموجة الثانية بغرض التوكيد فعلى رغم من الأبحاث التي تسابق الزمن في مشارق الأرض ومغربها ما نعرفه حتى الآن ليس مكتملا ورغم تواتر اللقاحات تظل آثرها وقدراتها في الوقاية أبعد ما تكون عن الاكتمال وكل ما يتم التصريح به عنها يظل في صياق ما نعرفه حتى الآن من الجيد جدا أن تتسلل ثقافة ما نعرفه حتى الآن إلى حياتنا فندرك أن معارفنا ليست مكتملة وأن عدم اكتمالها ليس سبة بل السبة هي إدعاء اكتمالها وأن أبواب التفكير والاجتهاد والبحث مفتوحة على مصارعها ليس فقط في الكورونا ولكن في كل تفصيل من تفاصيل حياتنا المقال الصوتي من المصر اليوم